السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ايه دخلين طبعا على الشتاء ولازم ان نعمل الاكلات بقى بتاعت الشتاء ايه واول اكلة معانا هتكون ايه محشي الكروم ايه خلينا بقى نشوف هنعملو مع بعض ازاي ونشوف التكات ونشوف الاسرار بتاعته ايه بس قبل ما ندخل الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك ولو اول مرة بتشوفوا القناة ايه وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ايه ويلا ندخل الفيديو ونشوف هنعمل مع بعض ازاي ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ايه هنجيب الحل على النار هننزل فيها بشوية كده من الزيت ومعايا هنا تلات بصلات متقطعين هننزل برضو بيهم ايه هنسيب بقى البصل على النار هنفضل نقلب فيه بس لحد ايه ما ميدبل كده معايا انا هنا مش عايزة حمر البصلة خالص برضو عشان ما يبقاش حامي وانهو يحرق السيد لأ انا عايزة اعمل اكلة تبقى كويسة بس ما فيش منها اضرار حنسيب بقى البصل لحد ما ايه يتشوح معايا كويس هنا اهو بدأ ان شكله يتغير حسيبه برضو شوية كمان اه ودلوقتي بقى هنزل بالطماطم معايا هنا طماطم معصورة هنزل بيها واسيب بقى للطماطم لحد ما تستوي خالص وتخرج كل الميا اللي جواها اه اه وده شكلها بعد ما ابتدت ان هي تغلي بدأت برضو الميا اللي هي تتبخر اه هسيبها بقى تكمل السوا بتاعها ونعمل مع بعض الكورومبه نشوف نسلوه ازاي اه جبت حلا وحطت فيها الميا اه وحننزل كده بالعدام بتاعت الكوزبرة واللي بقى دونس اه ودلوقتي هننزل برضو بشوية كده من المالح انا عايزة الورق بتاع الكورومبه يبقى معايا مملح شوية كده مش عايزاي بقى عادب ايه وننزل بقى بشوية من الكمون برضو ايه بيدي طعم كويس ايه للكورومبه هو مسلوه ايه دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نجهز الكورومبه عشان نبدأ ان احنا نسلوه ايه ايه ديت كده الكورومبه اللي معايا حبدأ بقى ان انا نشيل الورق الاخضر اللي برا ده ايه وحبدأ برضو ان انا نشيل الراس بتاعتها حاجة كده من عند الراس وحاخدها دايرة كده ان الراس تطلع بحالها هاخدها لف كده بالشكل اللي انتو شايفينه دا ايه هنبدأ بقى ان احنا نسلكها برضو عشان تطلع معانا ايه طلعت بالشكل اللي انتو شايفينه ايه ونبدأ برضو ان احنا ننظفها بقى من جوة اهيت كده بالشكل ده ايه دلوقتي بقى حننفضها ويبقى كده الكورومب جاهز معايا ان احنا نسلوه انا هنا هسلوها بحالها ايه اما تسلو ايها بحالها بتعرفي برضو ان انت ايه تتحكم فيها احسن ما تسلوهي ورقة بورقة ايه انجازا برضو الوقت مش هنفضل نعمل واحدة بواحدة ايه هنا كله بياخد سوى واحد وما بتتهريش برضو معايا ايه واهم حاجة واحنا بنختار برضو الكورومبا ما نجيبهاش اللي هي ورقها ماسك في بعضه عشان ما يتهريش مننا واحنا بنسلكها جيبها مفرغة شوية كده عشان لما اجي سلك الورقة يطلع معايا بسهولة ما يبقاش ان هو ماسك في بعضه ويعود يتهري معايا ايه هنا هي ابتدت ان هي تترى معايا خالص اهي هسيبها برضو شوية ايه وابدع بقى ان انا هطلع الورقة ايه هابدع بقى ان انا سلك واطلع ورقة بورقة هنطلع بقى كل الورقة اللي معانا وبعدين نرجع لكم عشان نقطع الكورومب مع بعض ايه اشتركوا في القناة ايه 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 طبعا سوا واحد ايه ما فيش حاجة مهرية وحاجة وحاجة مش مستوية كله واخد نفس السوا دلوقتي بقى حنبدأ نقطعه بالشكل برضو ده هي تقطعته سهلة يعني ما فيهاش حاجة ايه ايه هتطلع برضو معايا الورقة سليمة كده ومتمسكة ونحاول واحنا بنسلقه ان احنا ما نسلقهش ان احنا نهريه لأ بنطلعه برضو يعني ايه ايه مسك نفسه شوية كده عشان واحنا بنلفه برضو ايه ما يتهريش معايا كده ويعود يتقطع والصبع اللي يمحش يبقى مش كويس لأ بنسيبه فيه سنة كده اهو شايفين شكل عامل ازاي ايه كده برضو ممكن ان احنا برضو نيرصه في الطبق الفويل ونخزنه هيقعد معك كتير ايه هنخلص بقى كل الكمية اللي عندنا ديت خلصها برضو بالشكل اللي انت شفتوه ده بقى كل الكمية الورق اللي طلعت معايا ايه دلوقتي بقى حننعمل الشوية دولة ايه حنعملهم مخلل ايه مخلل الكروم بيبقى جميل يعني ايه حننزل عليهم بشوية كده من الملح ايه ومعايا هريسة الهريسة بتاعت الشطة هنجيب برضو معلقة كده سواء ايه حمية او بردة هنقلبهم بقى في بعض كويس ايه دلوقتي بقى هنجيب البرطمان ونبدأ نعب فيه الكرومب اللي احنا عملهم مخلل يعني من كرومبايا واحدة عملت مخلل وعملت ايه حلة محش جبيرة ايه وكل ده من كرومبايا واحدة ايه ما كانش في عندي ايه ما طلعش مني ورق كتير مهري ايه كل الورق ايه طلع معايا كويس ايه ايه دلوقتي بقى هجيب الميا اللي هحطها على المخلل ومعايا هنا حتة كده من البنجر عشان تدي له لون برضو وهنزل برضو بشوية كده من الملح ان انا املح الميا ديت جوية ملح وممكن ننزل بشوية برضو من السكر كده ايه السكر يعتبر ايه مادة حفظة للمخلل حيقعد فترة طويلة ايه ننزل بها بقى على المخلل اللي معايا ده ايه شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي ايه وكل ما بيستنى لونه بيحمر كده ويبقى شكله كويس يعني ايه بياخد من اللون بتاع الميا ده ايه دلوقت الصلصة بقى كانت استوت معايا نبدأ ننزل بالتوابل معايا هنا الكمون هننزل كده بمعلقتين صغرين من الكمون او معلقة كبيرة ايه ومعايا برضو فلفل هننزل بمعلقة كده من الفلفل ايه وننزل برضو بالملح والكزبرة اي بهارات عندك بقى بتبدأ ان انت تحطيها ايه ومعايا هنا بهارات مشكلة برضو هننزل بيها ايه والكزبرة النشفة ايه ومعايا بقى الخضار بتاع المحشي اللي هو البقدونس والشابات والكزبرة ايه معايا كان معايا حزمة من كل حاجة هنا برضو قطعتهم هننزل بيهم بقى على الصلصة وهقلبهم ايه وابدأ ان انا اغسل الرز ايه كده لصلصة جهزت معايا حانزل بس هجب بي راسطهم ايه ومعاها فلفلة خضرة ايه هفرومهم كويس وانزل بيهم بقى على الصلصة بيهم دي بتدي طعم فضيع مع المحشي. بتخليه طعم حاجة تانية كده. آآ هغسل بقى الرز وابدأ ان انا ننزل بقى بالرز. آآ الرز اللي حتنزلي بيه على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا هنا كنت عاملة كمية كبيرة فنزلت برز طبعا كتير. موسيقى آآ هبدأ بقى ان انا نقلبها كلها في بعضها كده. آآ كده برضو الكروم بيجهز معايا وكده اللي يعتبر اللي الحشوة بتاعته جهزت برضو معايا. آآ حليف بقى المحشي. دي كده الخلطة بتاعت المحشي ومعايا الورقة هو. آآ هاجيب بقى الحلة وابدأ ان انا افرش فيها كده ورقة من تحت. عشان برضو تبقى عازل بين اللي حلة وبين الصوبع بتاعت المحشي. هبدأ اجيب الورقة كده وعلى مقاسة الصوبع اللي انا عايزاه هقطع الورقة. انا ممكن برضو اجهزه ان انا اقطعها مقاسة صوبع ان يتبقى جهزة معايا بس كده عادي برضو. آآ حط بقى شوية كده وابدأ ان انا لف بس ما كترش بقى الروز دوا عشان ما يفكش معايا وعشان ما يبقاش ناي. اهو حط كمية صغيرة كده وابدأ ان انا لف. اهو انا مبطقة هنا اللف عشان تشوفوا برضو ان هي بتتلفز زي. يعني ان انا بقطع الورقة بتاعت الكرومب على مقاس الاربع صوابع اللي انا سند عليهم الورقة. يعني مش بقطعها كبيرة برضو. يعني دبك اهي القطعة بتاعت الورقة بتاعت الصوباع يدبك على قد الاربع صوابع. ايه ما بقطعهاش قطعة كبيرة عشان ما يبقاش الصوباع كبير برضو معايا. هنلف برضو بالشكل ده بقى لحد ما نخلص كل الكمية اللي معايا. ايه انا وردكو برضو ان انا لفت معاكو كزا صوباعة هوت عشان تشوفوا برضو ان انا بلف ازاي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكمل بقى كل الحلة بالطريقة اللي انتو شوفتوها دي. اهي معايا اهي. وهنا بقى كنت نزلت برضو جبت كامف الفلاية كده وعملتهم معاه. ايه بيطلع برضو ريحة فضيعة. ايه دلوقتي بقى حيبدأ اعمل الماء اللي حزق بيها المحشي. لو عندنا شربة اكيد حنحطها بس هنا انا ما كانش عندي نزلت هنا بمكعبين من المرأة. ايه ومعلقتين من الصلصة. عشان تخلي برضو اللون بتاعه كويس. هو ممكن نستغنى عنهم لو مش محتاجينهم. وهننزل برضو بشوية كده من زيت. معاهم. ودي كده الماء اللي انا هعمل بها. هنزل بها على الكورومب بتاعنا. هقلب بقى ادوب كل ده في بعضه. وابدأ ان انا بقى انزل بها. اهو. ونحاول ان احنا ننزل براحة. يعني برضو عشان ما فككش الصابع من بعضها. وما منزودش المية. يدوبك ان احنا بنغطي. يعني ما نخليش الصبع الاخران يتغطى مية كده يبقى فيه شوية كده. بتحس ان هو باين كده قدامك مش ان احنا بنغطيه. وده شكله اهو بعد ما تشرب المية بتاعته. ايه دلوقتي بقى حوطي النار عليه خالص. واسيبه بقى شوية كده على النار. عشان كله برضو ياخد السوى كويس. ما يبقاش ناي معي من جنب او ان هو ناي معي من النص. وده كده كان شكله بعد ما طابه خلاص. ايه وطلع ايه صباع بصباع. لان هو انا ما كتلتش المية فما عجنش معي. طلع مفرفع. وده كده كان شكل المحش بتاعنا النهار طولة. والفيديو عجبكو. ما تنسوشوا اللايك والاشتراك. ايه وان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات جاية. لان الشتاء جاي. وحنعمل مع بعض الوصفات بقى وصفات كتير للشتاء. ايه واستنوني بقى في الفيديو هاته الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.